أهلا بحضراتكو ولكم التحية ويا حلاوة رمضان بالنقشبندي ودعاءه ومحمد رفعت وادانه مصر بكرة كلها بركة ومحبة مصر كلها صايمة بكرة لأنه بيتزامن صيام المسلمين والمسيحيين مع بعض بكرة هلت روايح رمضان كل سنة وحضراتكو طيبين أقل من نص ساعة تقريبا ومن دلوقتي وحتزها الرؤية رؤية هلال شهر رمضان المبارك ربنا يعود علينا وعلى حضراتكو بكل الخير وديم علينا دايما يا رب بركة رمضان ولمة رمضان أيام البركة والخير وزي ما قلت لحضراتكو بيتزامن الأعياد للصيام المسلمين والمسيحيين كل سنة وأقباط مصر بغير هما كمان هيبدأوا الصيام الكبير من بكرة ربنا يتقبل من كل المصريين يا رب صمهم وصلاتهم ودعواتهم ويحفظ مصر ويديم عليها أيام البركة والمحبة والاستقرار في جدل فلكي في مصر عن بداية رمضان هيبقى بكرة ولا هيبقى يوم الثلاث يعني هل إحنا في مصر حنصوم بكرة مع السعودية والإمارات وقطر السعودية والإمارات وقطر هيصوموا بكرة والإحنا هنصوم يوم الثلاث أول يوم رمضان يكون الثلاث مع إيران وعمان وأستراليا ليه بقول لحضراتكو ده لأنه في جدل فلكي حول الصيام في مصر المعهد القومي للبحوث الفلكية قال إنه في سبع لجان سبع لجان دلوقتي هم موجودين علشان يستطلعوا هلال شهر رمضان في مركز اسمه المركز الفلك الدولي مركز الفلك الدولي ده أعلن إنه فيه تعذر رؤية هلال رمضان ترجمة نانسي قنقر